عربنا سبحانه وتعالى والإيمان في هذه الفترة كي نحصل على أو نحافظ على مكتسباتنا كمسلمين وكيف الفتحات والإسلام انتشر وصد الحملات دي فعايز حضرتك قيمة الصدق والإخلاص في هذه المرحلة مهم جدا الفرق بين الدولة الإسلامية وأي دولة أخرى هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى لماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا يشترط أن تكون قوتك معادلة لقوة الآخر وإنما قال الله عز وجل ما استطعتم فاستطاعتك هي الصدق مع النفس والصدق مع الله سبحانه وتعالى وإلزام الأمر مع الله سبحانه وتعالى بأنك هذه استطاعتك التي من خلالها لن تأتي بغير هذا إلا إذن أنت تنتصر بتوكلك على الله وباستعدادك وبصدقك مع النفس أما الآخر فهو يعني ينتصر بغطرسته وببعدك عن الصدق وبالتالي فحينما تكون صاحب ضمير وصادق وفي نفس الوقت لا تخون هذه هي واستعددت لهذه الحرب بما تستطيع كل هذه هي عدتك فلابد أن يكون النصر حليفك أما بالنسبة للآخر فلا يحارب عن عقيدة حتى هذه الحرب الصليبية ونسبة إلى الصليب بالنسبة لهم هي بعيدة كل البعد عن الجانب الروحاني أو الجانب الديني وإنما كما ذكرنا في الحلقة هي مكاسب مادية ومكاسب سياسية وبالتالي فهؤلاء لا يحاربون عن عقيدة وإن كان استمر حربهم أو تمكنهم من المكان قرنين من الزمن إلا أنه كان تأديبا للمسلمين في هذه الفترة حتى يعودوا كسابق عهدين من القوة ومع الصدق ومع الضمير ومع عدم الخيانة أنا أشكر حضرتك جدا